كانان بماتش المحلة مع فاركو مش تفاصيل المباراة الحية لكن هبدأ باللي قاله الكابتن مصطفى عبدو المديل الفني لغزل المحلة بعد المباراة قال جملة حلوة قوي في بداية كلامه في المؤتمر الصحفي قال أنا بشكر فاركو دو هو متعادل دو هو فقد نقطتين دو هو موقفه ما بقاش أفضل حاجة بعد التعادل لأنه لو كان خادت ثلاث نقاط كان بقى رسميا ليه بقى؟ قال أنا بشكر فاركو لأنهم لعبوا بنزاهة أنا فقدت نقطتين في آخر خمس دقائق النهاردة لكن بشكرهم لأنهم لعبوا بنزاهة وضمير الحقيقة أنه أنا وحضرتك وحضرتك وكل الناس اللي بتتفرج على متشاة الدور الأخيرة فيما يخص صراع البقاء بنقعد مركزين قوي مع الفريق اللي ضامن البقاء هيعمل قدام الفريق اللي بيبحث عن النقاط الثلاث وبنقعد نقول هي الباصل غلط دي مقصودة ولا إيه؟ هي البنالت دي متعمدة ولا إيه؟ هو الهدف ده متعمد ولا إيه؟ هو التراجع للخلف بعد التقدم ده مقصود ولا لأ؟ لكن ولا أنا ولا حضرتك ولا حضرتك عندنا دليل واضح أن هذا الفريق يتهاون يتخادل يتعاطف أو بيفوت باللغة الأصعب على مستوى المباراة وبالتالي أنت ما عندكش غير أنك تنصح الناس كلها نصيحة واحدة بس أنك تكون نزيهاً كما شكر الكابتن مصطفى عبد النهاردة منافسه اللي خلى آمان البقاء لسه للجودة الأخيرة تحسم بالنسبة لفريق غزل المحلة لأنها دوارة على كل المستويات لو أنت بتلعب دلوقتي في فريق ضمن البقاء مبكراً في يوم من الأيام ممكن تبقى فريق بيلعب على البقاء لحد الجودة الأخيرة ومستني نزاها من اتنين تانيين بيلعبوا في ناحية تانية وبالتالي إلى كل المدربين إلى كل اللاعبين إلعبوا بجد ابحثوا عن الفوز لمصلحتك ولمصلحة الآخرين ولمصلحة الكرة المصرية لكن قبلها من أجل النزاهة ومن أجل الضمير هروح معاكم ليه المباراة اللي هبطت النهاردة إسترن كومباني حاول جداً حاول بكل محاولاته وحتى بعد طرد محمد هلال الدنيا تحسنت فخدوا ضرب الجزاء الشوت التاني سجلها من جديد محمد صالح عشر ضربات جزاء لإسترن كومباني هذا الموسم سجلت جميعها لكن عاد البنك الأهلي بنزاها حاول وأدرك التعادل ثم فاز بهدف لموسى ديوارة بعد ما كان دبش هو اللي قضى على فريق إسترن كومباني بالهدف الثاني في شباكه هبط إسترن كومباني ماذا عن موقف فرق البقاء الآن صراع البقاء في المسابقة في الجودة الأخيرة اللي هتحسم يوم الثلاثاء بإذن الله الآن أحد هؤلاء الثلاثة سيهبط ربما يكون موقف الجونة هو الأصعب لكن الجونة يصارع المقاولون العرب وغزل المحلة كي يتبقى سنان في المسابقة ويهبط الثالث تعالوا نستعرض بقى واحدة واحدة عشان ما نتلخبطش لأنه عارف إن فيها حسابات كتيرة لكن اللي هسهلها الأول من حضراتكم كده إن الجونة لازم يكسب لأن الجونة لو تعادل أو خسر إنسى ماتشات المقاولين العرب وإنسى ماتش المحلة ومش هتبقى خلاص محتاج تحسبها فالجونة لازم يكسب ويبدأ بعد كده يشوف إيه اللي بيحصل الناحية التانية نبدأ